الوصفة اللي جابت اكتر من اربعين مليون مشاهدة واكتر من مليون ونص لايك على فيسبوك بس ده غير بقية المنصات الكيكة البردة اللي جننت كل اللي جربها كيكة الباندا البردة ولا طعم الكيك اللي بنقعد نحلم بيه ونتخيله كده في احلامنا بدون مكونات خزعبلية او مكونات من الفضاء الخارجي هتعملوا الاز كيكة في الحياة ولا في الاحلام هنجهز بقى الطبقة الاولى وهي طبقة البسكوت هنحتاج اربع معالق كبيرة من السكر تلات معالق كبيرة من الكاكاو الخام نص كباية من الميا هنقلب كل الحاجات دي الاول على البارد ندوب الكاكاو كده ونفك كل البودرة دي وبعد كده هنحط عليها اربع معالق كبيرة من الزبدة انا مقطعون كدع صغير عشان يدوبوا بسهولة بنرفع كل الحاجات دي على نار متوسطة ونستمر في التقليب على نار متوسطة زبدة تسيح كده وبعد كده بنسيبه يغلي شوية لحد لما يقصر وقومه يتقل كده يعني خمس دقائق غليا على نارها دي وبعد كده نحطه على جنبه ونسيبه علشان يبرد تماما ومعايا باكو من البسكوت الباكو اللي انتو شايفينه ده الباكت الصغير ده متين جرام هو الحجم ده اكيد موجود عندكم تجيب منه كمية كبيرة يعني وباخد منه بقى ايه باكو باكو كده او باكت باكت بناخد بقى البسكوت نكسره بادينا كده تكسير بسيط لحد لما يبقى شاكله زي ما انتو شايفين كده بصوا بقى لصوص برت وهدي علشان ما يباشننش البسكوت وقوامه طبعا تقل لما برت كمان لونه اسود غامق علشان انا مستخدمها كاكاو يعني غامق قوي انا مختراه غامق زيادة فيه كاكاو عادي بقى لونه فاتح فيه كاكاو بقى لونه غامق شوية فده الغامق فبيتطلع معانا اللون زي ما انتو شايفين كده اللي بيحب الحاجة لونها غامق اكتر بنغلب فقى البسكوت ونقلبه لحد لما كل البسكوتات تبقى متغلفة بالصوص ومعاي صانية بايريكس من مقاس 22 لمقاس 25 نحط فيها طبقة البسكوت بس طبعا ايه البسكوت بوزعه كده وارجع حط علشان ما نزلش ويتكون كله في حتة واحد لانه هو صعب يتحرك مما كانه يعني صعب يتفرد فبوزعه وانزل الباقي ووزعه وانزل الباقي لحد ما خلصه ويبقى كله نفس اللي في الزمن شايفين كده ده خلو التلاجة يمسك نفسه شوية على ما نجهز الطبقة التانية هنحتاج 3 كوبايات الى ربع من اللبن الحليب البارد هنحط عليهم نص كوباية من السكر 3 معالق كبيرة من الدقيق 4 معالق كبيرة من النشا ونحط كمان معالقة كبيرة من الفانيليا وبنقلب بقى كل حاجة كده لحد لما ديقوا نشا يدوبوا ويفكوا خالص في الحليب طبعا حليب بارد عادي من التلاجة اول ما يدوبوا تماما كده بنرفعهم على النار علشان بس ما يتكتلوش معاه نستمر في التقليب لحد لما القوام يبتدي يتقال كده اول ما يبتدي يتقالوا يسمك معانا بنحط عليه قطعة من الزبدة والزبدة دي اختيارية لو مش موجودة خلاص هي هتخلي قوامه ناعم وزي البودينج كده بالزبط ونفضل نقلب لحد لما الزبدة تدوب تمام وبعد كده نسيبه كده يبك بك شوية زي ما انتو شايفين كده يعني مفيش تلاتين ثانية بس بك بك علشان الديق يستوي والنشا يعقد كويس والطبقة تبقى مظبوطة معانا بقاش في طعم اي حاجة ناية عشان في ناس بتحبش الديق اي ماشي ممكن يحط ونشا بس هتبقى مهلبية هي شبيهة بالمهلبية بس هي مديه على بودينج اكتر لان الديق بيشرب اي سويل وما بيخليهاش تنزل ميا خالص وبيديها قوام ناعم وحريري كده نحطها فوق طبقة البسكوت نزبطها كده ونسويها نهزها الزيتين كده عشان تتوزع في الصينية وبنسيبها تبرد وتهدأ شوية وبعد كده بندخلها التلاجة مش كتير يعني مفيش نص ساعة ولا حاجة على ما نجهز الطبقة التالتة احنا مش عاوزينها تجمد خالص هي دوبك اصلا بتجمد لوحدها يعني الطبقة دي بتجمد على طول هنحتاج باكت من الكريم شانتي او باكتين لو الصينية كبيرة شوية هو المفروض باكت واحد كفاية بنحط عليه نص كوبية من اللبن الحليب البارد وممكن تستخدمه ميا وعلى حسب التعليمات اللي مكتوبة على الباكت والنوع اللي انا مستخدمها ده ما بيعملش معايا كمية كبيرة يعني ما بيرميش معايا قوي فاضطررت ان انا حط باكت تاني لانه على حسب نوع الكريم شانتي فيه انواع حلوة الباكت الواحد يديكو كمية حلوة وفيه انواع لا تحتاجوا منها باكتين ولا حاجة هنا بقى بزود مياه بردة واحدة واحدة كده علشان المياه البردة على فكرة بتساعد الكريم شانتي هو يبقى متماسك اكتر من الحليب يعني هي بتخليه يمسك اكتر من اللبن الحليب فانا حطيت نص كوبية حليب بارد في الاول بما انا حطيت باكتين مش باكت واحد فزود مياه بردة واحدة واحدة لحد لما القوام يتماسك ويتماسك معي يعني بارفع المضرب لقيت المنقار ناعم كده لأ فهرجع اعلي السرعة واضرب بسرعة جدا لحد لما القوام يتماسك ويبقى عامل معي منقار ماسك نفسه بصوا كده بقى بقى منقار ماسك نفسه لما نرفع المضرب يعني معنا منقار واقف كده ماسك نفسه كده الكريم شانتي بقى متماسك وتمام طبقا اللي قابليه بقى كانت جمدت كده شوية ومسكت نفسها بنحطه بقى ونوزعه كده ونسويه طبعا لو عاوزين تساويه السطح ويبقى أملس كده بتجيبه سباتيولة أو أي حاجة تبلوها مية ولما بتتبلل مية بتساوي السطح كويس زي ما انتم شايفين كده بصوا حطها تحت الحنفية قبل لها واجي أساوي بيها السطح فبيطلع معيه أملس بالشكل ده نزبطها ونسويها وندخلها التلاجة تمسك نفسها كويس طبقة الكريمة المرة دي محتاجة تمسك نفسها علشان نما نحط عليه صص شوكولاتة ما يمهدلش الدنيا نتبقى شكلها حلوة وهنحتاج نعمل جناز شوكولاتة جناز شوكولاتة بتاعنا اللي هو معيار نص كوبية من الشوكولاتة أي شوكولاتة عندكم في البيت تحبوها شوكولاتة مطبخ شوكولاتة خام شوكولاتة بالحليب دي شوكولاتة بالحليب أنا بحب شوكولاتة بالحليب على فكرة هنحتاج نص كوبية من الشوكولاتة بكسرها كده وحطها في معيار نص كوبية وبنحط عليها تلت كبية من اللبن الحليب السخن او نص كبية من الكريمة يعني لو انتوا هتعملوا كريمة نص كبية معيار قد بعض لو هتعملوا حليب لا يبقى تلت كبية من اللبن الحليب السخن ونحط عليه قطعة زبدة علشان تبقى عاملة زي الكريمة وفكسروا لك كده على نار هاتية ندوبهم مع بعض لحد لما الشوكالاتة تدوب تمام وبنسبها تبرد وتهدى خالص وبعد كده نسكبها فوق طبقة الكريمة حاولت ان انا بقى اوزعها كده بهدوء وبعد عن الحتة اللي في النص ان انا مفضلش بصب في نفس المكان فيعمل حوفرة كده حاولنا انا امشي فوق الكريمة علشان ما تعملش ما تعلمش يعني طبعا الجناش اللي بيبقى معمول باللبن الحليب ما بيبقاش ماسك نفسه قوي زي اللي بيبقى معمول بالكريمة الجناش اللي بيتعمل بالكريمة بيبقى متماسك اكتر اول واحدة بتتبهدل ما فيش مشكلة بس اللي بعد كده بيطلعوا مصبوتين تجنم الميكس ما بين الاربع طبقات طبقة ليزي كيك على طبقة بودنج على طبقة كريمة مع سوس شوكولاتة او جناش شوكولاتة تجنم مش عايز اقول لكم طعمها قد ايه جميل واحلى كيكة برده انا عملتها على الاطلاق دي الطوب رقم واحد لازم تجربوها بجد طعمها ادمان وبس كده اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم متسوش تجربوا الوصفة وتقاليه رأيكم فيها ونزلوا تطبيقاتكم على الجروب بتاعها للفيسبوك وشفكم شاء الله مرحة كيه فيديو كتيد